موسيقى موسيقى يومكم سعيد مليان صحة وسطر وخير دايما لكل مشاهدي النهار كل مشاهدي ستاتا على النهار كل الأمنيات الحلوة وصباح الفل ومسا الفل الأحلى مفيدا صباح الفل عليك يا سهير صباح الفل على كل مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم محلقة جديدة والستات صاحبة المقام مبارح تم افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب بعد طول غياب بسبب التجديدات في بقى فرحة للمصريين احتفالهم بالخبر ده لا تضاهيها فرحة موسيقى موسيقى هو أصلا اسمها منطقة السيدة زينب يعني انتم متخايدين المنطقة كلها متسمية على اسم الجامع بتاعة السيدة زينب اللي مدفونا هناك يعني سيدة زينب من أهل البيت واحنا المصريين كلهم أهل البيت دول ليهم غلاوة عندنا خاصة جدا فكرة ان المنطقة كلها عارفة ان الجامع ده جامع مهم في المنطقة والناس كتير بتحب تروحه وستات كتير بتحب تروحه والناس حواليه وبيجولوا من كافة أنواع المناطق يعني السيدة زينب ده ناس بسفر لها مدد يا مهاشم ومولد سيدة زينب يعني ومولد سيدة زينب ده يعني بيبقى خيم في الشوارع وبيات وناس فكرة ان هو يتجدد بالشاكة دي ويتعامل بالقيمة اللي احنا شايفانها قدامنا فيعني عمار يا مصر بصراحة الناس فرحانين جدا المنطقة كلها سعيدة سعيدة سعادة لا توصف بفكرة التطوير اللي حصل لسفر زينب قبل يا رب كل المساجد بتاعتنا كانت السيدة عيشة السيدة فيسا الحسين لا الحمد لله الحسين تجدد على كل حال كل مكان فيه روحانيات بيدي طاقة حلوة وبيدي روحة وبيدي حاجة براح كده براحة نفسي وإحنا مؤمنين بالجوامع دي الدعوة فيها مستجابة سبحان الله يعني أنا يعني أنا عن نفسي ما هو ده اليقين يعني أنت يقين جدا جدا في فكرة السيدة زينب وسيدة عيشة المكان ده الدعوة فيه حلوة ومستجابة وبتهدي النفسية يعني وحتى لما بنمر في مدان السيدة أو حتى من غير ما ندخل الجامع مجرد المرور حواليه هتحس بالنشراح وساعة وروحانية خاصة جدا للمكان طبعا مصر فيها جوامع كتير أو حلوة لكن إحساس كل واحد فيها مختلف عن التاني وخصوصا أم هاشم الكريمة اللي بيوصلها أكيد ترحبنا وكرمها وانت في محيط الجامع من كل اتجاه خبر مجرد فعلا وبشرة خير ونطلب ونطلب يعني أتمنى أنه ما يبصي اللي احنا عاملينه بكترة الباعة الجائلين اللي بيركنوا على الصور أو يتحطوا قدام يعني أنا أتمنى أن الموضوع ما يبصي أو ما يحصلش فيه تشويه خارجي ونتمنى دايماً كلنا الوصل مع اللي بنحبوهم وما يفصلناش عن الحبايب لا المكان ولا الزمان تلات سيناريوهات مبارحل زمالك لعب المطش في المغرب وتلات سيناريوهات ممكن تمنح زمالك لقب الكون الفدرالية رغم الهزيمة من نهضة بركان في مطش الزهاب 2-1 النتيجة الأولى نحن نفوز بواحد صفر لأن دي هتخلي الزمالك يستفيد جداً من الجول اللي سجله السيف الجزيري في المغرب كذا سيناريو لكن الزمالك المفروض أقرب إلى الفوز سواء فوزنا بواحد أو فوزنا بأكتر من هدفين أو يعني أعتقد أن السيناريوهات اللي صالح الزمالك أو أن احنا نعيد ونقرر نتيجة مطش اللي فيه يعني اللي أنا فهمها أن لو الزمالك جاب جون في المطش اللي جاي وبس جون واحد سفر هياخد البطولة لو جاب لو مثلا سي جاب اتنين واحد هياخد البطولة لو جاب تلاتة واحد أو أربعة اتنين هياخد البطولة فكرة أنه يبقى سابق بنقطة أو بنقطتين أو هنعمل لدربات الترجيح في أصعب الأحوال وإن شاء الله الزمالك يحسم المطش لكن أهم حاجة في المطش ده كان لقطة الوراء اقتحام أحد المشجعين للملعب وهو بيرفع عالم فلسطين عارفة لما ترعامي مطش كان حاجة وتسعين دقيقة وبعدين في الآخر خالص يجي حد تاني غير لا هو جون ولا هو موقف لا هو حد كده نزل الملعب اقتحام بعالم فلسطين سرق اللاطم سرق المطش زي بيقولوا يعني أكل المطش كله لأن الناس كلها تفعلت معاه وبالذات صورة اللاعب وهو بيسقف له سيف الدين اللي يوح بيسقف له يعني هو ده الترند اللي ماشي من مطش زي ماريك مبارح هو بالمناسبة يعني الفكرة فلسطين فرضة نفسها طول الوقت على العالم زي كان احنا هنا في الملعب مبارح في المغرب لكن مثلا في غلاف مجلة مشهورة في أمريكا اسمها نيويورك نيويوركر هي زي مجلة صباح الخير هنا في مصر بتعتمد على الكاريكاتير عملت صورة صورة كاريكاتير هم وغدين اللي هو التخرج يعني لابسين التخرج لكن اديهم عامنا كده اديهم عامنا كده اشارة للاعتقالات اللي حصلت علشان التضامن مع فلسطين هنقول ان في رمضان الدنيا كانت هادية شوية او الناس تلخمت في رمضان ومود رمضان وكده لكن المشهد رجع يقوى تاني بموضوع الضرب اللي حصل مبارح طبعا زي ما انتشافين وكم الضحايا والشهداء اللي كانت موجودة في الجانب الفلسطيني حاجة محزنة والصغر رجعت مرة تانية والتيك توك والانستجرام ابتدى يسخن مرة تانية كبيرة جدا على ايه بيحصل يعني انا لغاية دلوقتي ما زلت بقول سمود الشعب الفلسطيني قصة لازم نحكيها ونتغنى بيها العمر كله ده حقيقي والصورة اللي احنا شايفينها دي فعلا الصورة بألف كلمة بمليون كلمة صورة تغني عن الكلام كمان كان فيه صورة في جامعة من الجامعات والطلاب بيتخرجوا وجه مدير الجامعة بيقول كلمة راح منسحبين يعني في منتهى الزكاء انسحبوا لان هو عملهم مشاكل وقت ما تظاهروا تضامنا مع فلسطين فهم بيعترضوا عليه وعلى الكلمة اللي بيقولها وينسحبوا من حفل التخرج ده المشهد ده برضو بألف كلمة ممكن تتقال طيب نروح لحاجة لطيفة ومش لطيفة او يعني غريبة خلينا نقول غريبة بلاش فكرة اللطيفة دي لما تكتبي تعملي دعوة زفاف وتكتبي فيها شروطك حدث هذا بالفعل في بريطانيا اتنين من العرسين قرروا انهم يحطوا شروطهم للحضور واشعارهم اللي مش عاجبوا ما يجيش يعني كانها ده خنيها مش فرح لما اجيلك دعوة فيها دي كل دي الشروط انا هنحاول انا وصير بسهولة يعني نترجمها لكم اول حاجة بتقول ان اليوم ده يومي انا مش يومك انت وبتقول ان احنا لدفعين مش انتوا لدفعين فبالتالي انتوا لازم لو عايزين تيجوا تقبلوا بشروطنا اول الشروط دي ان ما حاج يشيق في طريق المصورين يعني المصورين هم ليهم الاولوية في الفرح دا ليه لان ده فرحنا وتاني حاجة انه يتلبسه تلات الوان يتلبسه اسود او دهبي وممنوع لا هم لونين بس اسود او دهبي ليه عشان هو فرحنا مش فرحكم فممنوع انك تلبسه احمر واخدر وازرق وزهري اي الوان يسود يدهبي هو كده بمزاجنا واكيد مش ابيض انا معاهم في قصة مش ابيض انا مش معاهم في اي شروط أنا مش معامل فكرة نفسها إن أنا حط شروط لكن فكرة الأبيض إحنا بنغلط فيها كتير في مصر وفي العالم العربي منفعش حفلة خطوبة ولا حفلة فرح ألبس فيها أبيض لأن العروسة بس هي اللي بتلفزيها هي لكن إن أنا أروح خطوبة ولا أروح أكيد الناس بتعملها بلا فهم يعني هي مش أصدق ببنيتها كويسة وإن ده الفستاني اللي عندها أو ده الفستاني اللي عجبها فبيبقى عبيض يعني ممكن نلبسه أفوالت حتى الأفوالت يعني بلاش أفوالت وبلاش أبيضت في المناسبات اللي فيها خطوبة وفيها فرح لأن لو أنت رايح خطوبة العروسة ممكن تبقى لابسها هي الأفوالت فخلوها دا يومها خلو اللون دا محدش تاني لابسه غيرها ممكن نلبس زي ما بتقول الصغير دهبي فوشية أورنج أصفر أقدر أزرق كحلي أحمر إلا الأفوالت يعني الأفوالت دا بيبقى للعروسة وأم العروسة لو هي لابسة أبيضة بس هي بقى بتقولك بس بتقولك هي الظاهرة حملة إيه للمدعوين عملة كل واحد قاد على كرسي بإسمه مش عايزة يبقى في فوضى قلتلكم ما ترتبوش أعدادكو بمذاككو إحنا إحنا أكيد عاملين غرض في دماغنا إنه كتعودوا كده جنب بعض يعني إنه أخي سجن مش فرح عارفيني أنت راحين مؤتمر طبي فليه انتزاماته يعني ممكن النظام دا مش إحنا أكيد مع النظام ومع الترتيب ومع حد كل الناس تقعد في أسمية دا يحترم لكن فكرة المبدأ نفسه إنه حتى شروط دي مسألة صعبة جدا أو إيه إن كان عاجبك إن كان عاجبك أهو كمان ما تشربش أي مشروب إلا بالنظام برضو مش عارفة وبعدين الحاجة الحلوة لناس كتير إنه هو ممكن أنا منهم بس ممكن دا يبقى ضد الحرية برضو إن ما فيش مشروباتكو حلية يعني فيه ناس بتحب هي الحاجات دي لا برا ديهم ثقافتهم يعني هم هناك فده فده وما تقعدوش طول الحفلة على كرسي كل دا وما تقعدوش في الحفلة وإحنا حفلتنا في مود التسعينات ففيها أغاني التسعينات فلو ما كنتش بتحب أغاني التسعينات ما تجيش لكن لو جيت اعمل حسابك إنك مش تقعد على الكرسي أنت هتقعد ترقص معنا ليه اللي مزاجنا بصراحة عروس القوية أنا شفت على سوشيال ميديا أفرح لقيلة رئيس السادات أنا بحب النظام دا اللي هو ترابيزات ترابيزات وكوشة حفلة حفلة المطر بيطلع يغني إحنا ما بنشاركوش وكوشة ما بنعملش ونرقصه ما بنجمعش حواليه العجيب اللي بيحصل دلوقتي أنا نفسي النظام دا يرجع نفسي جدا سهلوا وردوا رأس حوالين الفرح شكله حفلة حفلة كده ريئة وجميلة ياريت 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 نرجع كده وياريت ما ننتبهش ونعمل شروط عجيبة زي اللي احنا شفناها في بريطانيا يومكم زي الفل عندنا حلقة كلها فقرات حلوة وأحلى بوجودكم معنا نطلع فاصل ونرجع نشوفكم مرة التالي الفنانة الشابة زين بالعبد في ديافة الستات عفوية وملامحها تنطق بالكلام يا حضرة العمد يا مستود بيه ناس عاوزينك؟ خفيفة الطلة تغيط الحضور سواء كانت قطة العتول الشريرة الكوميدية أو امتثال المحبة في الضاحق الباكي إنها الفنانة الشابة زينب العبد يا دي بقى ممكن تقول لكي كل حاجة عايزة تعرفيها على السوشيال ميديا سوشيال ميديا؟ لعباتي؟ عناية؟ أحبت زينب العبد الفن منذ طفولتها تخرجت في المعهد الفني قسم أزياء وبعدها انتقلت إلى القهرة والتحقت بأكاديمية الفنون بسبب عرض مصرحية ورغم قلة مشاركتها الفنية فإنها قدمت أدوارا حققت من خلالها شهرة واسعة منها العتولة في الدراما رمضان 2024 يعني انت ريحت الشراب من الثنى اللي احنا كنا بندور عليها؟ يعني الخالة ياسمينة طلعت راجل؟ وجد سليمة وحضرة العمدة والضحق الباكي ونجيب زاهي زركش لتثبت من خلالها أنها فنانة مأخوبة ينتظرها الجمهور وبين جاءت تحية مرة تاني لكل مشاهدين ميزة الموسم الرمضاني أنه هو دايما مصنع لاكتشاف المواهب والنجوم اللي يستحقوا يكونوا موجودين على الساحة ويتصدروا المشهد في رمضان اللي فات الحقيقة وقفنا عند شخصية قطة في مسلسل العتولة اللي كانت هي الدراع اليمين لست سترة اللي عملتها ببراع الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر واللي بنقولها مثل فل وبنحبك الشخصية دي عملتها الجميلة زينب العبد والجميل فيها أنها كانت بتجمع بين الشر والكوميديا في نفس الوقت فكانت مع فريدة سيف النصر أو كوينت معاها السنائي استمتعنا بيه طول رمضان زينب العبد ممثلة مصرح وكانت بدايتها على مصرح النهار في مصرحية حب على النظافة في 2016 وحتى الآن هي ما تزال مخلصة للمصرح كمان شفناها في أكتر من عمل مهم زي وضع أمني ونجيب زي زركش وأبو عمر المصري وملوك الجدعانة وجد سليمة قبل ما الناس تنتبه لها بشكل كبير وزي ما بيقولوا تكسر الدنيا في العتولة كل السعادة والبهجة كده والطاقة الحلوة من ورانا يا زينب أهلا بيك أهلا وسهلا يا زينب نورتنا وشرفتنا يعني رمضان اللي بيت يا زينب أنا كنت بتابع حاجات يعني بتنطط في المسلسلة بس أنت رفت نظري جدا لأن أنت مفروض أنك دورك شرير بس أنت دحكتنا وحبناكي فده ده اللي كان مقصود من دورك يعني على قد ما هو أنك عيشة في دور بقى أنك ماشية معها في كل حاجة مصيبة بتعملها بس في نفسها نبدأ مخافية الشرير الظريب ده كان مقصود أنك تبقي الشرير الظريف بصي هو كلام قطة كان مكتوب بلايت يعني كان بيدحكني أصلا وأنا بقراه بس حسيت بردو أنها شريرة قوي فكنت عايزة أكسف الليت شوية بحس أن الناس وهي بتقراني تبقى حباني يعني يبقى دم خفيفة على قلبهم يعني احنا بنقراهك آه بس الناس ما قفيتش تقراهك ماه ده الحمد لله بقى وصلت للهدف يعني فأنا كنت مبسوطة جدا أن الناس حباني يعني أكتر من كذا كومنت كان بيجيلي اللي هو يعني رغم انك شريرة بس احنا بنحبك فحسيت أنه آه لأ كان نفسي آه طبعا كنت أصدق جدا وافق المخرج ساعتها أنك أنت آه طبعا أستاذ أحمد هو كمان اللي كان عايز ده اللي هو تبقي شريرة بس شريرة لايت طيب أنت كنت على طول أغلب المشاهد مع فريدة سف الناصر هي معتمد عليك أن تدريها على اليمين ودمغها اللي بيفكر وبتنفس كل حاجة مخي العدلات إيه الكواليس كانت عاملة إزاي معي؟ أستاذة فريدة خالسي حقيقي فعلا كلمتني أصلا قبل ما نصور على طول أول يوم تصوير ليا كانت مكلماني في التليفون وعادنا تنقشنا شوية في الدور وفي الحاجات أول مرة تشوفيها؟ كنت أول مرة أشوفها أول مرة كمان أشتغل معيها فالحقيقة هي احتضنتني جدا يعني وأنا كنت مبسوطة جدا بالعمل معيها جدا صدت جميلة وحاسيت أن ماما قوي يعني الدور فرق معاك يا زينا قوي يعني أعمالك كتير في الحاجات تانية لكن في العتاولة أنت زي ما تقولي تحط عليك سبوتلايت يعني المساحة اللي كنت أخداها والفضل يرجع لأستاذ أحمد خالد موسى الحقيقة أستاذ أحمد أصلا وخدني من على مصرح الأكاديمية أنت ممثلة مصرح قوي يعني فكنت أخدا جايزة أحسن ممثلة كان هو من ضمن لجنة تحكيمه أستاذ سوسن بدر وأستاذ حسن يوسف كان يعني لجنة ومستر ريمون مقار كانت لجنة كبيرة وخدت جايزة أحسن ممثلة ومن يوميها أستاذ أحمد خالد يعني مؤمن جدا بموهبتي وكان نفسه يعملي أي حاجة يبوش بيها زينب لقدام فالحقيقة كانت يعني الفرصة جات أكبر في العتاول إحنا بنحييي بس قولي إحنا عرفنا أن اسمك ورقص إيه بقى القصة أنت أنت زينب طعيمة زينب إبراهيم السيد السيد طعيمة ده اسمي بس أنا كنت يعني اللي هو فكرة أن أنا أخليه زينب طعيمة ولا أغيره فحسنتني فيه طعيمة كتير فقلت إيه أروح لإسمي تاني بحيث أن أنا أقفل الإسم فروحت لدكتور أشرف زكي قلت له نفسه غير إسمي وخليه زينب حاجة بس بقى مقفول فقال لي طب هروح السيدة نفيسة صلي وارجع لك ورح صلى ورجع قال لي أنت زينب العبد وطرقش يا دكتور قال لي لا أنت زينب العبد قلت له هغيره دلوقتي يا دكتور قال لي لا هو خلاص زينب العبد لي كنت مؤهلة أنك تغيري إسمك بعد ما أشرف زكي قال لك بمجرد ما قال لي أنا دخلت تغيرته على الصفحة أنت كنت ناوية؟ أه يعني أنت ما كانش مش حاسن العبد هيفيدك فكنت ناوية لا هو مش فكرتي أنا عايزة إسمي مقفول ففجأة لما قال لي العبد حسيته أنه لطيف ومش كتير يعني مش شايفة أنه في كتير عبد أهو هو العبد بس بتاع الحلويات أهو عشان صلى في السيدة نفيسة فأنت حسيت بالبركة في اختياره لا 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 ما هو ده ده الجزء الأساسي بقى لأني أنا أصلا يعني من عشاء مسجد السيدة نفيسة وبحب لما أتعبانة ولا حاجة أروح فبصراحة حسيت أنها نفحة بعد الاسم ده الاسم ده كان وشه حلو عليا قوي طيب أنت بتروحي إمتى لسيدة نفيسة إحنا عندنا تطوير أهو لسه كنا بنقول على مسجد السيدة زينب أنت بتروحي لسيدة نفيسة تحديدا آه بحب 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 برتاحتي نفسي بتروحي كل دي ولا كل ما تحس أنه كل ما حسني تعبان أفيف مرة نزلت الفجر كده قلت هصلي الفجر هناك وقعد بقى شوية كده أنا يعني من قراءاتي عليكي لقيت أن أنت شخص صريح جدا نوتي بتعترفي أنك أنت ساعات بتروحي الدكتور نفساني وساعات بيطلب استشارة نفسية فأنت لو بتقول النهاردة أن أنا بنزل لسيدة نفيسة وبحب لأنه ببقى تعبانة إيه اللي ممكن يتابنوطة حلوة زيك لسة صغيرة؟ يعني إيه اللود اللي في حياتك يخليكي تروحي تستشيري طبيب طبعاً ما احترامي اللي أنت بتعميدة صحيح طبعاً وأنك تحس أنك محتاجة تعطي في سيدة نفيسة تشكيلها أهمك أنا أحس أن أنت سة صغيرة أو يعني؟ أه بس هي فكرة يعني أنا أنا والدي ولدتي توفو بدري أوي من قدي إيه بقى يا زياني؟ من حوالي عشرين سنة وإنت تربيت إزاي؟ تربيت يعني عندي خلاتي لا مين رباك يعني يعني خلتك جديدتك؟ لا أنا كنت كبيرة يعني ساعتها برضو يعني أو من كنت صغيرة أوي فتمام يعني عادت شوية مع خلاتي على فكرة إحنا ما فيش أي أنا عايزك تبير لاتشون تحكي عشان كل الناس تحكي عشان كل الناس تحكي عشان مش عايزني دايقك أكد النازل؟ لا لا أنا حابين نتعرف عليك أه أوكي أنت كمي عندي كم أخ وأخت؟ عندي أخت واحدة وهي محامية يعني ملاش علاقة بالمجالة وإنتو الاثنين يفرق بينكو كتير في السنة؟ لا سنتين فإنتو الاثنين بعد من بابا وماما توفوا روحتي أعطي عن دخلتك أه أعطت عن دخلته لأني أختي كانت متزوجة في الوقت ده فأعطت عن دخلته شوية ومن هنا إلى هنا لحد ما أنا استقريت بقى عشان الأكاديمية دخلت لأني دخلت موازي فكان لازم عود في مكان قريب شوية من الأكاديمية قبل ما الأكاديمية اتغربت يعني قبل كل ده قبل كل ده قبل كل ده فكرة أن الأب والأم يرحلوا في وقت أنت تبين يحتاجة فيهم بيكسر البناء آدم بيخليه دايما مش عارف يخرج من الإحساس بليوتما أنا أسفنا كبه أه طبعا ذا إحساس قاسي ليه ما كلنا عندنا إحساس مظلتنا بس لما اللي اتنين هيا اللي اتنين صعبة قوي بتكسر قوي بس ربنا بقى طبعا يعني لما بيحط بني آدم في الموقف ده بيعرف أنه قده فهو مين كان دهرك مين كان دهرك بعد ربنا بعد وفق باباك يا ممتك خالتك خالتي ربنا يخليهم لي أختي في أصحابي القريبين الكويسين في ناس كتير كويسة طب وده اللي خلاكي تروحي تستشيء يعني ده اللي بيعمل فيك لا ممكن بقى فيه علاقات بقى بتحصلي في النص مثلا أو أنا مضايقات أو أنا حاسة أن أنا متضايقة حاسة أن ما فيش حل عايزة أسمع لحد مختص يعني أنت بتروح للدكتور نفسي هو أنا ما روختش غير مرة واحدة على بك هو مش دكتور نفسي دكتور نفسي دكتور طاقة استشار طاقة ليه ليه إيه اللي حصل كنت أنا مريض بالبانيك أتاك أنا علاقات فأنا حصلتني فكنت عملت كنت أعمل حدثة والبانيك جالي بعدها بأسبوع يعني اللي هو متراكم وكان يومي ماشي كويس جدا فلقيت نفسي جالي البانيك أتاك فتخضيت بعدها بشوية كنت في تصوير جات سليمة وراحة للتصوير وفجأة جالي البانيك وأنا سيئة العربية بتحسب إيه بالبانيك أتاك؟ لا ده تنميل في قدية ومشاهدت نفسي قدامك ومشاهدت نفسي قدامك ده لقتها على دماغي يعني البانيك أتاك شيء صعب شوية طب إيه اللي خلاك يجيلك ده عشان الحادثة اللي كنت أمعتين؟ لا هو كان عندي من وانا صغيرة أنا من صغيرة وانا صغيرة كنت خوفة قوي أه يعني هو الخوف من أنت صغيرة مع وفاة بابا وماما بيتراكم بعد وانا أختي أصلا وقت وفاة ماما صحتني من النوم فقعدت أصبعه ما بتحركش ووو فأنا خدت الخطة غير متوقع أه لما قلت لها ما تصحينيش تايب خاص؟ انت عارت القصة دي كلها شخصي قدامي كاميدي بيدحك الناس دي مفارقة لا وهي قوية اه ازاي فاصلة؟ احكيلي لا بالعكس أنا مريحة يعني أنا بحب الضحك وبحب اللظام محبش الكئابة خالص وعارفة نفسي لما بكتأت ببقى صعبة بجد ببقى صعبة لو نفسيتي تعبتني أو زعلت أو حاجة ببقى صعبة حدش ببقى اللقطة بجد الضحك هو الخروج الآمن بس انت ببقى صعبة يعني حكي لنا بشكل الصعوبة محادش هيستحملني ببقى رخمة جدا ودمة قوي وعلى طول سكتة بقى السكوت ده بقى مع الوحدة انك متعودة على ده فبتفضلي سكتة وسط الناس زينا بقى لي وصلك لحاجة زي كده عادي ما هو فيه باني قدمين اشرار في حياتنا فلما بقى بالهم بتضايق ازاي يعني؟ عادي ممكن علاقة ضايزة علاقة عاطفية اه يعني علاقات عاطفية علاقات مش عاطفية ناس تبقى قريبة منك وفجأة تتخدع فيهم ما يكون الحاجات دي بتأثر علينا طب انا عايز اقولك انت لما رحت المرة الوحيدة اللي انت رحت فيها لحد من بتوع الطاقة اه دي دكتورة وعلى فكرة وكانت بالقرآن طب قليت لك شرحت لك حاجة ممكن تكون هي دي التركة اللي في الحياة اللي بتضايقك ان انت بتدي قوي لاصحابك وبتدي في علاقاتك العاطفية ماما مربيوني كده اللي هو يعني ماما دايما كانت معطاقة قوي اللي هو باب بيتنا ده ما بتقفلش الاكل مثلا ما تعمله اللي هو تعرفيش مني اللي صدق مني لنازل ماتعرفيش مني اللي هخبط عليك الباب ماما كان دايما بتقولي كده فانا طلع واخدى منها كتير قوي فالست دي كان بتدي يعني ربت ولاد عمامي وولاد خلالي كلهم بيجوا مش عشان مثلا يعني اهل بابا مثلا يجوا عشانها فهي ست كانت طيبة قوي وكانت معطاقة واحنيينة وبتططر على الاخت فانا شبت معوزة اللي بيدي اللي بيدي كتير بيتصدم كتير اه طبعا اه على قد يعني اه لا بتصدمي وبتصدمي صدمة وحشة انا عايزة كسير انت في العلاقات راطفية بتدي كتير برضو اه وتسألي بقى وحبيبي ورايح فين وجاي منين لا بصي انا مش زنانة ما بحبش التليفون اصلا بس مهتمية او بس اهتم لكن مش زنانة التليفون يعني مش من البنات اللي بتقول اللي بوز علاق حاجة محددة اللي تلاهتمام اللي مفيش تبادل لاني دايما انا انا فهمت جدا قصة ان حلوة البدايات انا فهمها جدا بس بعد كده لما بتحس ان الموضوع بدأ يبقى اوبر عدم اهتمام اوبر فانتي بيحصلك الشكل يعني لحلوة البدايات لما بتقف عند نقطة معيانة ونبتدي نبقى مملين انا مدركة عليك مدركة النقطة دي ولكن الاوبر بقى عنها اللي هو انت لا ولا نبتدي نبقى مملين اصلا يعني ليه نوصل للمرحلة دي هي بتبقى حاجة غريبة جدا يعني فيه اقبال فضيع ثم تراجع ثم خفوط خالص العلاقات ايه فكرة ايه فكرة ان انا ممكن اتقبل ايه لكن ما اتقبلش ان انا ما تعرفش عني حاجة لمدة ثلاث ايام ولما تتصل حتى ما تقوليش عمالت ايه في ثلاث ايام والله انا حتى ثلاث ايام بالنسبة لي عادي لان انا اصلا بقولك قليل تتليق يعني لو مش من البنات اللي هي في التليفون ونقض بالساعتين وتابازها انا ادراعي بينمل امقدرش يعني ماليش خل ماليش طاقة للحاجات دي ولكن لما فعلا التايم بيبقى اوبر مثلا عن اسبوع فانا اسأل ليه اكيد هنا في حاجة غلط بالنسبة لي طيب هي الدكتورة قالتلك عايزك تحب نفسك عارفت تحب نفسك ولا لسه بتدي برضو بلا حسان؟ لا عارفت احب نفسك ازاي بقى علمين عشان اعرفك فاني احب زينا باكتر من اكتر من اي حد في الدنيا لاني انا ممكن مثلا يعني ابدل الحوالي اكتر مبادل نفسي فانا كان لازم احب نفسي واحترمها وقدرها واشوف ايه الحاجات الممكن مش حاجة مش عايز تعمليها ما تروحيش مكان مش عايزة تتروني ما تجمليش حد مش عايزة تجملي انا كتباجي على نفسي قوي بقعدات انا مش حاب اعودها بالزبط في ناس عارفة ان هم منافقين مش عايز تعودي معهم بس كتباه اللي هو باجي على نفسي وقعد معهم امت عملت كده بعد صدمة ايه يعني بعد ايه عملت كده لا مش بعد تجارب بعد تجارب بس هي اخدت قرار ان تحبي نفسك وده الطريقة الصحيحة في حب النفس انك تتطبع على نفسك وتشوف هي عايز تعمل ايه تعمليه واللي مش عايز تعمليه ما تعملهوش في الاسناء دي وانتي بتحبي نفسك خسرتي كام صديق اكتشفتي انك انت لما جيت تحبي نفسك هما رفضين انك تحبي نفسك هقولك على حاجة انا ما بخسرش حد معا ولكن بحجم بحجم القبول بدي لكل واحد مساحته وهو اللي بيديع لنفسه عن فكرة بس احنا في الحياة احنا كلنا هنحتاج لبعض يعني انا دايما مقتنعة ده حتى لو شرير في يوم من القام هنحتاج لبعض وهو يحتاج لي في يوم من القامل ما بتدقيش يقولوا على فكرة جماعنا بس عزيزينا فيرجو عزراء زي فكلمة حبي نفسك دي انا عشان بس الناس كانت كتبت التمين انا انانية لما بقول حبي نفسك اهي عزراء تانية اهي بتقول حبي نفسك ايوة لاني ما كنت كنت بحبوكو اكتر من نفسي فجيت على نفسي بتشوفي ان صداقة الولاد اقوى اصدق ياسوي اصدق طالما صادقة تبقى اقوى اه اصدق مفيهاش كالكعة مفيهاش كالكعة وبكلم براحتي وباخد المعلومة وباخد النصيحة بجد على فكرة فانا معظم مفيهاش وشين انا عندي بنت واحدة انتي ما هي منها ولكن الباقي كلهم ولاد يعني اه عندي ولاد كتير اه الصديقة الوحيدة دي بعد ما فلترت لا بس في زمال كتير انا بحبهم يعني عندي بنات كتير صحابي منا دي تصدي منا بدر تيسير منا بدر تيسير اه اه جميلة منا اه ايوة تحبت جدا لا يعني فكرة ان منا تبهير انتي ان انا افهم من العلاقة دي ان زي ما سوف بتقول هي دي اللي انت لما تقعي في زنقة تجيبي منا انا وقعت يعني منا هي الحاجات اللي ما اقدرش احكيها للولاد يعني اقصد ان في كلام بتبقى البنت عايزة تقوله البنت اه مش الولد لان الولد ليه ليمت برضو في الحاجة متقدريش تحكي كل حاجة هل زيادة الوزن وانا اسفة طبعا انا انا بحب انا من مدرسة اني حبي نفسك زي ما انت اه طبعا فياني انا مش بقصدي على حاجة في السؤال ده لكن هل زيادة الوزن ممكن تبقى هي عاملالك مشكلة ما او او كاركتر حلق انا من سنتين او ثلاث سنين بالضبط كنت اخذت خمسة وعشرين كيلو او ثلاثين كيلو فانا الجسم بالنسبالي عموما مش مقياس مش عاملك مش بكلم شغل انا بكلم في العلاقات في العلاقات مش فارق انا اصلا الليدي في نفسي اوه اوه والرجال اصلا همي عايزيني يعيش في دول السكر فانا هاجبني جدا الليدي فكرة ان الرجال اللي عايزين الرفع والبتاع والوسط مش عارف ايه ده لأ مفيش الكلام اصلا همه انا بقولك من سنتين كان وزني خمسة وعشرين كيلو فانا دلوقتي ببدأ دايت عشان انا عاني شكل فضالي خسيت ازاي خمسة وعشرين كيلو سيبنا من احنا بنخس لنفسنا وعشان صحتنا وبندخن لنفسنا وعشان احنا عجبنا شكلنا سيبنا من الاخرين لكن انت خسيتين ازاي؟ مع دكتور باهي اه يعني مع دكتور بنزعم غذائي يعني دكتور باهي هاني ده شطر جدا دايت؟ دايت بس وليه قررت دايت جيم خالص ومناعتي اكل حاجات معينة؟ اه 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 انا سيبقوا محتاجين يرافوا التفاصيل شوية انا طبعا اولا كنت مؤمنة بيبسي لحد ما قطعته اه 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 وقت دايت مناعتي بيبسي تماما الرز والمكارونا ايه تاني رز ومكارونا بيبسي وعيش وكنت باكل بس في اليوم الفري ولما اوز اشرب اي حاجة باشربها برضو في اليوم الفري طيب ليه محافظتيش على الخمسة عشرين كيلو اللي انت نزلته محافظتش عشان بحب الاكل بس مش اكيلة انا بحب الاكل بس مش اكيلة بس احنا ضعاف احنا بنحب الاكل من كتر ما احنا بنحب الاكل ممكن لو في اليوم عايزة تدوئي كزا اربع خمسة ستة حاجة ولووووه حاجة غلط وهيه دي اللي بتطخن ممكن تعمليه ايوه مش اكل اكل مش بتعودي تخلصي طبق فتة مثلا اول اريح انا عودت شوية في البيت ما انزلش خالص ما انا اسعب بيجري اوقات كيفة عايزة بقى انتخذ في البيت بس فده كله بيبقى مع عدم الحارقة بس ما زعلتيش خمسة عشرين كيلو ده بطولة ارجع عنزلهم تاني انا قادر اعمل اي حاجة انا عارفة انت ديرجو مع اي حاجة الوزن ده مش ملحظة ان هو ميديكي رونق في عالم التمثيل يعني الناس بتحب جدا وترتبط جدا بالمدملكين الحلوين اللي ده مهم خفيف انا بقى انا مشكلة ان انا وزني زاد عن الدملكين دملكة انا دلوقتي انا فوق الدملكة فانا هرجع للدملكة لها العشرين خمسة عشر كيلو دول لهم المدملكين لكن غير كده لا يعني ما بحبش رفعة اصلا يعني انا بحب الجسمي بقى حلو لكن مش رفاعة لا هي الفكرة الكرب الحلوة بس ده فوق فورص الشغل الحلوة اه اه بس هو يعني عمر مكان انا بالنسباني انا كزينب جسمي عمر مكان مقياس لموهبتي ابدا 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 انا قدر العب اي حاجة وكل حاجة فانا مش عايزة جسمي يحجمني بصراحة برافو عليك بس هي الفكرة ان انا بنزل في الوزن هو عشان صحتي اه لا انا عندنا ركب وضع رواح ايو اهو وضغط وحاجات كتير كنت رقصة في فرقة رضا بجاب قعدت فيها سنتين ونص او ثلاث سنين ومن قبلها كنت بقى الاسبار بس انا دخلت الفرقة عشان كنت حباه وكان ممكن تكملي في الفرقة خرجت بقى يعني ايه ولكن انا بحب الاثنين جنب بعض بس كانت عمري طول ما انا ما كنت موجودة في فرقة عمري ما كنت عارف ااخد خطوات في التمسيق امت قررت تدخلي معك في الفنون المسرحية وتسيبي قصريتك وتجي تعيش جنب الفنون المسرحية كأنك سافرت من بلد لبلد وتغربت اهو انا كده كده كنت عايشة يعني يعني في القاهرة بس لما دخلت كنت في ناصرح النهار بعمل عرض اللي هو حب على نظافة ودكتور اشرف زكي شافني وقالي نمشيها صح بق وبقى شو بقى عندي سؤال عبدالله وناس كتير قوي قاعدوا قلولي لازم نقابة كلهم وبعدين تراما لقوا كده يبقى فيه موهبة ولازم نسقلها والنتامها طب ايه موضوع ان انا ممكن حد انا ما عنديش مشكلة في ادوار الاغراء لا انا كنت بحذر على فكرة بس ما عنديش مشكلة للا لو الجسم ينزل شوية اصلي مش كل ادوار الاغراء يعني تبقى وحشة يعني فيه ادوار اغراء المجتمع بيتقبلها انا ممكن اقول فهمت ان انت بتقولي انا مستعدة ان انا اغير واخد اي نوع ادوار يعني انا عايز اشتغل بوليسي وشر يعني انا انا كنت عاملها افية يعني كنت بحذر بس حقيقي يعني ادوار الاغراء يعني فيه فنانين كتير بيعملوا ادوار اغراء بس يعني من غير بهدوء ايه بهدوء ايوة من غير يعني فجاجة من غير عورية بالزبط بالنظر حتى انت اتطلب ده على فكرة طيب كان لك اسم انت صغيرة ايه كان مسموك ايه وانا صغيرة ايه ده انا كان ليه اسماء كتير ايه بقى قولينا ايه جوتزيلا وفليكس وكوارش ليه جوتزيلا وليه كوارش كوارش لعب الزمال والله لعب في المدرسة يعني عشان انا كنت صامرة ودائما بحب اقص شعري كده كوارش اول صريح كوارش يبقى انت لعبت شكورة في الشارع يا لهوي فالعيال لا دورك كوارش انا اياما لعبت في الشارع كرة قدم انا كنت بحبها وانا صغيرة قوي فلما كنت بدأت اتفرج بقى وانا كبيرة حاسين الضغط بيعلى فبطلت اتفرج طيب يعني طب ده كوارش جوتزيلا بقيت الاسماء بقى حكايتهم ايه جوتزيلا دي عشان بضرب العيب في المدرسة يا جبارة يا جبارة طب ايه الاسم التالت لا مش فاكرة بقى فالكس برضو كلاب اه برضو كورة اه انا جندة بقى في كورة يا لهوي اهلوية بالفطرة بالانتساب برافو كنت بتدرابي اصحابك في المدرسة فالكس لا يعني بالول في الهزار يعني انو يعني يخافوا مني يعني برافو 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 اه برافو برافو فانو يعني بيضوء عشان بخاف بخاف من ال الام قوي بخاف بحيث ان ما ممكن حصل لك بس بهدوء وضربت جامد ولا ضربت بهدوء لأ ضربني الم بيرفكت اللي هو ما واجه عن اللي هو حسيت بيه بس ما مش اللي ترقع ولا اللي لا سوع يعني عارف ان فيه ال الام اللي هي ملا وحكيش مش قلم يلوحك لا لا بصراحة كان بيرفكت وقعدتوا تكلموا فيه يعني بتاعدتوا تكلموا ان انا هضربك قلم يعني لا انا عرفت ان فيه مشهد القلم ده النهاردة فانا روحت له اه انا روحت اأمن على نفس وقلت له قلت له انا عارفو قلت له انا عارفو وعاجي هيدرب على فكرة استسطار ما عندوش ازمة احنا محتاجين ناعد نتكلم اه قلت له محتاج اكمل المسلسل بس اكتر من كده فرحت لما ناس شبهتك بمعالي زي قوي اه اه ده انا روحبها قوي يا خراب يا خراب جوكر بالنسبالي فنانة جوكر لعبة كل حاجة فانا بعشقها وده ما كان خفيف برده ما بقولك لعبة كل حكومي دي واغراء وكل حاجة وانت فعلا فيك يعني بصي يا محطينا الصورة هنا دلوقتي لا يعني لا فيكي فيكي منها كتير بحبها قوي طب انت على التيك توك بتعمليه حاجات العبلة كامل اه شوية اه يعني انا بعشقها اصلي اصلي مين ما بيحبش اه مين ما بيحبش عبلة كامل مين دي دي عالم ما حاولتيش تكلميها ولا تقابليها انا عارفة ان هي يعني انا بسمع طبعا من الاخبار وبتاعنيها حابة تبقى خلاص لوحدها يعني براحتها فانا انا اكيد نفسي بس انا قابلتها مرة على فكرة يعني قابلتها كده مرة فكان في سلسالة دمو كنت راحة مع واحدة صاحبتي اللوكيشن ودخلت سلمت عليها انا 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 دخلت القوضة حسيت ان شام ريحي تمسكي كده وحاجات حلوة كتأمر قوي يعني انا انا بجد يعني عند ظهر روحانيات مش طبعية الله اكبر زينب انا طبعا الوقت معاك يجري بسرعة جدا بس انا في سؤال اخير انتي في العطولة هقاتي نجاح الحمد لله وقابلي في اعمال تانية بس الناس اللي جاي ايه يعني دايما دايما انا بحس ان النجمة لما بيوصل لنجاح كبير في رمضان بالذات بيبقى مقلق اخد ده ولا اخد ده ولا اشتغل مع ده ولا اشتغل مع ده انتي دلوقتي معروض عليك ايه يعني ايه اللي بتفحقها لتعملي والله لست في يعني اتعرض علي افلام وتعرض علي مسلسلات يعني لست يعني لست فيش ابروف على حاجة يعني بعينها يعني فاول ما هيبقى في ابروف انا هقول يعني بس انا طبعا اكيد دلوقتي بشوف ايه لقارب القلب المفروض الجزء الثاني اللي معتاولة ان شاء الله اه طيب دفحة ذاته اه ان شاء الله يا رب انت بقى تهدي بقى اتبطلي شر وافتكاسات بتحتك دي احاول ولا هتكملي انتاج الشر اه على حاجة اه ما عرفش انتاج اللي بيكتب فيه لسه هتعيدي انتاج خلتك بقى يعني مش عارفة لسه والله والله ما عرف ايه اللي من من العتاولة الاستثناء منها منها دي صاحبتك لكن من الزميل اللي كنتم موجودين في المسلسل لسه انت على اتصال بيهم اه على اتصال بيهم يعني بتتكلمه في الحياة في المناسبات اه يعني زينة طبعا انا بحبها جدا لاني اشتغلت معي قبل كده جمعة سالم اه اه استيزة مية على طول برضو يعني مية جارة كلهم على فكرة مين المقرج انك فتك تشتغلي معي والله كتير يعني أنا أي مقرج حتى لو جديد بس شوطر يعني أنا ما عنديش أزمة اللي هو بس أكيد فيه ناس يعني فيه أستاذة كاملة بو ذكري مثلا طبعا فيه أستاذة مر محسن آه ده انت اخترت أستاذ محمد شاكر القدير زكاية بنت برض آه طبعا مصرحة جاية يعني آه لا فيه ناس طبعا أتمنى أكيد ولو شباب حتى عندهم الموهبة قوية أنا يعني ده أتمنى أكيد زينة بحنا وصين قوي باللقاء أنا اللي مبسوطة قوي سعادة وبنتمنى لك كل تفوق وتقلق وبنحي محمد تعيمة عشان أنتو قريب أكيد فيه شبه وبنحيك يا محمد عمل معنا حلقة جميلة جدا هو جميل ورائع وكوميديان فيكو شبه من بعض من بعض من بعض من بعض من أشكرك جدا وبنتمنى لك وهنقبلك على طول وانت متفوقة ومشرقة ولسه حلقتنا مكملة عندنا فقرات كتير نشوفكم بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين والنهاردة بداية فقرة عيادة رويل معانا في برنامج ساتات برعاية مركز رويل للخصوبة اللي كان عندهم تصور لتقديم حاجات مختلفة للمشاهدين عن الشكل المتعرف عليه يعني هي مش فقرة طبية بالشكل التقليدي ومعانا النهاردة الدكتور محمد بن داري هنقش معاه حاجات كتيرة جدا عن دور مراكز القصوبة في حل مشاكل اجتماعية للأسرة المصرية وكمان هو مش كمدير القطاع التجاري وتطوير المؤسسات في مركز رويل ولكن هو كمان لايف كوتش واستشاري علاقات زوجية وكاتب بنرحب بحاجرتك اهلا بيك يا سهير واهلا بيك يا مفيدة انا مبسوط جدا ان احنا موجودين معاكم النهاردة ويمكن كمان عشان النهاردة اول حلقة في الارتبر لعيادة رويل معاكم في ارنامج الساتات فاحنا كنا حرصين جدا ان نكون متواردين معاكم للفترة دي ونقدم شكل مختلف للفقارات الطبية اللي بيبع متعرف عليها ان بيكون فيها محتوى علمي اكتر نحبين نوصل للناس ونكلمهم في مشاكل اجتماعية ممكن تكون بتقابلهم بشكل يومي ونقدر نقدم لهم حلول عن طريق العلم والطب بس يساعد على تحسين جودة حياتهم الاجتماعية والحياتية يبقى احنا نفهم من كده ان كل اصدقائنا بصراجوا علينا تابعوا الفقرة وشوفوا انتم عايزين تسألوا ايه ومن خلال اسئلتكم برضو على صفحتنا على الفيسبوك نحاول ان احنا نتناقش فيها مع دكتورنا العزيز طيب دكتور الاول فكرة رويل مركز رويل والاسم جمني بص يمكن هو رويل كان عيد ميلاده 31 مارس اللي فاس عيد ميلاد السادس السادس وهو كان موجود كمركز فكرة بدأت كمركز يكون للخصوبة والمساعدة للصحة الانجابية للازواج والمساعدة ان هما يرحقاوا حلمهم في فكرة ان هما يبقى عندهم طفل ولكن الموضوع كان بدأ بشكل مختلف شوية بمجموعة من الاطباء الشباب المرهوبين جدا في مجالاتهم والتخصات بتاعتهم سواء في علم الاجنة او في الامرياض النساء والتوليد او في الامرياض الزكورة وكان بدأ ان الناس حايزة تعمل حاجة تبقى بروجيكت متكامل يغدم البيشنت او الحالات اللي بتجي لهم بكل حاجة يعني هو لو محتاج ان هو يكون عنده حد يساعده في الانجاب فيلاقي استشاري النساء والتوليد او يلاقي استشاري الزكورة يلاقي معمل اجنة لما البيبي يجي يلاقي حضانة قوية جدا يعني اللوح حاجة متكاملة طب بعد محققته احنام كتير لناس كتير وفترة قليلة اللي هي ست سنين ده غير ايه في رؤيتكم بصي احنا شخصيا كنا يمكن الهمروك اللي اتعمل في بداية رويل ان احنا كنا محرسين جدا نختار حتى المكان يبقى فين جودة الهواء اللي موجودة في المكان الانفرستركتشر اللي موجودة فالحاجات دي كلها الحمد لله خلت ان الست سنين دول عملنا فيهم كأننا اشتغلنا عشرين سنة ففجئنا الحمد لله بان نسبة النجاح عالية جدا رضا العملاء داخل مصر وكمان بقى عندنا عملاء من خارج مصر شجعتنا ان احنا نبدأ نعمل فرعه اكتر بدأنا نتوسع بقى عندنا فرعف المنصورة اللي احنا بدأنا به ومعاه فرعف برسعيد بقى عندنا فرعف بني غازي في دولة لبيا الشقيقة بنجهز اليومين دول فرعنا في القاهرة يمكن ده على مستوى التوسعات عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من حالات بتاعتنا لغاية عندهم كمان على الجانب العلمي بقى عندنا ناس كتير بتحب تيجي تعمل معايشة عندنا في كوريا فبنعمل ورش عمل كتير لها علاقة بقى بالصحة الانجابية والمناظير والولادات والحقن المجاري والذكورة فبقى في ناس من دول العربية كتير غير في مصر اطباء حابين انهم يعملوا معايشة وده نتيجة الحمد لله ان بقى في عدد حاليك مؤسسة متكاملة بزبوط طب من ده من النقط اللي أنا لاحظتها وعايزة كان فيها فكرة ان انتو كمان حارسين على مشاعدة المرأة العاملة المرأة العاملة المتأخرة في الانجاب وعندكوا ليهم طرق ومساعدات ممكن عرف هو فاصل بين الاثنين يعني تأخر عمل المرأة ولا تأخر الانجاب للمرأة العاملة لا يعني دي نقطة ونقطة انت الاول بتساعدها يعني المرأة العاملة ممكن توفر لها ايه مضبوط ولو هذه المرأة العاملة كمان متأخرة انجابيا نقدر نعمل له ايه المرأة العاملة ليه هشقين انها تكون متأخرة انجابيا يعني متزوجة وعندها تعخر في الانجاب او هي اصلا متأخرة في الزواج نتيجة ان هي الكارير خدها وبقت مثلا بتلاقي يعني ده امر واقع كارير خدها او ما لقيتش نصبها او ما لقيتش نصبها يعني كله نصيب طبعا بتعرب بنا في الاخر بس هو يمكن كمان بيبقى في بعض السيدات اللي بيعملوا بيبقى عندها زي كده تقولي تايم كوميتمنت أو هي ملتزمة برغط معينة هنا هي بتحضر دكتورة مثلاً إن هي مستنية ترقية معينة ما صدقت إن هي أخيراً لقت الفرصة فبتمسك فيها مش عايزة حاجة تشغلها عنها فممكن ده يأخر سن الزراق شوية أو هي تزوجت فعلاً بس بعد ما تزوجت بقت عندها برضو his own project أو عندها حلمها اللي عايزة تحققه فشايفة إن ممكن الإنجاب يعطلها شوية فتحب إن هي تأجله طب في الحالتين دول بنعمل إيه؟ لو السيدة أو الأنسة لسه ما تزوجتش فهنا الخدمة بتاعة تجميد البوريدات بتبقى موجودة لأن الفيسيولوجيا بتاعة الجسم ببساطة إن البوريدات بتعجز ولكن الرحم ما بيعجز الرحم مكان الجنين ده بيفضل على حالته ما بيتأثرش بالزمن بنفس الطريقة اللي البوريدات بتتأثر بيها فممكن في الحالة دي أما بنجمد البوريدات عند سن معين بتبقى لسه جودتها فيه كويسة في الحالة دي بندي للأنسة دي فوصة إن هي ونس إن هي جوزت وحبت إن هي تخلف أصبحت البوريدات بتاعتها بجودة لو هي مثلا جمدتها وهي عندها تلاتين سنة وتجوزت وهي عندها سبعة وتلاتين سنة لما بتيجي تفك التجميد وتعمل حقن مجهري بتبقى جودة البوريدة عندها تلاتين سنة يعني هي أصغر من صحبتها بسبع سنين وما عندهاش مشكلة نفترض إن ستة اللي جمدت بويضاتها دي ما عندهاش غير بويضة دي لأن أنا عندي صديقة كده أي وهي في حقيقة الأمر عندها مشكلة كبيرة جدا في التبويض وضعاف جدا ولما الدكتور أخد منها أخد منها عندها حتى بس قالها بتقولي أنا فاضي لي بويضة واحدة بس في الحفظ يعني محفوظة هل ممكن الستة دي تنجب يعني ممكن نساعدها أكتش دي لنجاح العملية التخصيب في بويضة واحدة ما نفقدهاش بوسي هو طبعا البروتوكول بتاع التنشيط أو اللي هو بيسموه الخطة العلاجية للحالة بتختلف من حالة الأخرى لأنها بتبقى زي الفستانة أو الدرسة اللي انت لابساكها بتبقى تيلورد على البيشنت مش هي حاجة سابتة للناس كلها فبقدر الإمكان كل ما كانت الخطة العلاجية دي وبروتوكول العلاج اللي بتاخده ده هو لايء عليها ومتفصلها زي ما المصريين بيقولوا مفروض أن هي تطلع عدد بويضات كتير وكل ما كان العلاج ده أفضل كل ما كانت عدد بويضات وجودتها اللي طلعها بتبقى أحسن طب هل في ممكن في بعض الأحيان زي صدر 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 ينفع يعني طبعا ينفع وبنقوا فيه حالات بتدخل في أكتر من دور التنشيط إنها تدخل أكتر من سايكل عشان تطلع أكتر من بويضة أو إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن البويضة دي يتم تخصيبها ويطلع منها جنين زوجودة جيدة فبالتالي بما يتم زرعه طبعا بعد ما شيت ربنا بلا أي حاجة بعد ما شيت ربنا في كل حالة طبعا أنا بقى هي دي نقطة بأتكلم فيها لو هي فعلا أنتو عندوكم القدرة على إن لو ربنا كرم ممكن نطلع من هذه البويضة الأخيرة جنين يعني استاتيستيكالي أو بشكل إحصائي إحنا عندنا بعض الحالات عندها جنين واحد وبيتزرعه وبينجح طبعا بمشيئة ربنا قبل كل شيء ولكن هي هل فرصة موجودة طالما الجنين بحالة جيدة ومحفوظ طبعا ممكن يتم زرعه وفي الحالة دي ممكن تحمل بعد ما شيت ربنا حاجة التانية اللي هي الأنسة بقى أو يعني السيدة اللي تزوجت وهي عايزة أتأجل الإنجاب شوية في الحالة دي زي ما عملنا في البويضة بالضبط الفرق أن احنا هنلقح البويضة دي هنخصبها وهيبقى فيه جنين أو أكتر محفوظين عن طريق التجميد وانس إن هي قررت أنها تبقى حاملة وخلصت الكوميتمنت أو كارين بتاعها اللي كان معطالها شوية في الحالة دي بناخد الأجنة دين الزيحة ممكن تبقى ده ليه عمر زمني يعني أنا جمد لمدة دي خمس سنين بصي حسب التكسبوك أو الجايد لاينز اللي موجودة أن احنا عندنا أبطو عشرين سنة بيتم التجميد وبيفضل الجنين أو البويضة بنفس الجودة عشرين سنة للجميع ولا أنا ببقى مختارة خمس سنين عشر سنين لا هو كده كده هي صالحة أن هي يتم تجميدها أبطو حسب المعلومات اللي معانا لغاية عشرين سنة ممكن صاحبة الشأن عايزة تجمدها سنة اتنين خمسة إمتى تقرار أنها تجمد وإمتى قرار تريفور أنها تفوق التجميد دي حاجة ترجع طبعا لصاحب الشأن ما يحصلش أي نوع من التشابهات للبويضة المتخصبة لأن أنا لما بتقول أن أنا أجمد بويضة غير لما أجمد بويضة متخصبة أنا فوجة نظري في طماغي لما أنت قلت لي بحسن ده بيبي طب ده أنا حقول لأ طبعا هو بيبي أه بيبي فالبيبي ده أنا أسيبه كده عشرين سنة في متجمد يعني طبعا أنا هقول لك مفاجأة مفيدة أنت عارفة أن الحقنا المجهري ممكن يتم بطرق تاني إما نزرع أجنة فرش يعني لسه مخصبينها فنزرعها دريكت ليا في الأم أو أن احنا نزرع أجنة مجمدة تخيالي أن الأجنة المجمدة نسبة نجاحها أعلى من الأجنة الفرش ليه بقى؟ لأن الأجنة المجمدة بتدي الأم والطبيب فترة أن هي تعمل لها تزبط كل المشاكل اللي كانت عندها لأن الجنين متشال مش محتاج أن أنا أزرعه دلوقتي مثل الفرش الفرش هو أرد يتعمل صاحبته ولو عندها القرار حتى أريدها تزرعه دلوقتي لكن أنا مثلا لو عندي على سبيل المثال حاجة بسيطة جدا ممكن تأثر على الحالة الصحية الإنجابية للأم أو للزوجة اللي هي مثلا الأوفر ويت أو أنها تبقى أوبيز ممكن أن تبقى محتاج أوقت أنها تخص فيه فأنا ممكن أغلقح الجنين ده واشيله واجمده لغاية هي ما وزنها يبقى مثالي اللي أنت عارفة أنه ممكن أن الوزن الزائد يأثر على الحمل بعد كده أنه يكمل أو لا فبالعكس ده بيدي فرصة أحسن للأم أن هي تبقى جاهزة أن هي تبقى تحمل وتبقى بريجننت وهي في حالة صحية جيدة طب هل فعلا التلقيح مانيشة يمنع فكرة الأطفال اللي عندهم أي نوع من الإعاقة أوكي إحنا كنا دخلنا في مشكلة اجتماعية تانية اللي هي زوجة الأقارب زوجة الأقارب كتير أو أم خلفت مش أقارب وكان عندها أصلي مش شرط أنه يبقى أقارب عشان بس دي معلومة كل ناس تبقى خايفة منها هي الموضوع أنه ممكن ربنا يرزقها بالطفل عنده مشكلة مش شرط أنه يكون أقارب هذه الأم لو خلفت أول طفل وعندها متعقدة هل أنت تتمنها أو ممكن فيه في التقنية شيء يمنع تكرار العلم اللي توصله دلوقتي أن طبعاً إحنا لن نتكلم دايماً عن زوجة الأقارب لأنه هو أكتر نظر ولكن طبعاً زي ميتي بتقولي ممكن تحصل مع ناس مش أقارب الفكرة ببساطة أنه إحنا الجنين أول ما بيبقى خلاص اتلقح وعنده عمره في الحضانة الداخلية اللي جوا ما أعمل الأجنة من ثلاثة لخمسة أيام إحنا نقدر نسحب منه خلية ونقوم بتحليلها الخلية دي بتعرف أي خلية لنا كلنا فيها اللي هو بيسموه الديين إيماب الكروموزومس كل الخريطة الوريسية بتاعتنا فبنشوف فيها لو في مشكلة في جين معين بنيجي نقول على فكرة مثلاً هي عندها خمس أجنة مجمدين في واحد منهم أو اتنين إحنا لقينا فيهم المشكلة الوريسية دي فإحنا نبدأ نعرف زي سترو أو يعني علبة فيها الخمس أجنة دول ده بطبسيط يعني مبسط شوية فبنقول لهم على فكرة رقم واحد واثنين دول فيهم مشكلة ورصية لو عايزين تزرعوا بيبي بليز خليكوا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة طب وده أفضل لأننا ما تفعش تعالجوا؟ لا يعني حتى الآن العلم ما ما تدخلشي أن انت تقومي بإيه بإيه لا هذا كروموزومس لا لا حتى الآن مش بابو بس على الآن لحمة صحة تزرع وما تزرع شيء أننا عندي حاجات تانية أزرعها سليمة وأننا تفاديت مزبوط اللي حد عنده مشكلة أننا لأن دي بتبقى مشكلة طول العمر أنا معاك أشكرا أنا معاك أشكرا أنا أتكلم في نقطة أننا أفترض أن الخمسة لقدر الله فيهم نوعية الكروموزون ده فأنا هنا ستة هتبقى مأهورة عندها فوشة أن هي تعمل إن أنا أساعدها لو هي في التلقيح الكروموزون ده طول وقت موجود هل في إمكانية علمية أو هتيجي أو تكنولوجيا هتيجي أننا ممكن نشيل هذا الكروموزون خليني أقولك حاجة هي من الحاجات الكويسة جدا في الحقن المجاري إن النسب العالمية النجاح الحقن المجاري عموما 60% يعني نتيجة بقى إن هي فيها عوامل كتير جدا بتأثر على نجاحها عوامل تخص الزوج والزوجة والطبيب المعالج وطريقة العلاج والمعمل اللي بتعمل فيه وأشياء أخرى كتير عشان كده دايما بيبقى فيه أكتر من محاولة للحقن المجاري ودي الحاجة اللي من نعم ربنا علينا إن ممكن الأم من نظرية الاحتمالات دايما مش هتطلع الخمسة فيهم نفس الكروموزون هيتعفل البروبابيلفز عموما بس أنا بروح معاك بشكل علمي أنا بروح معاك بشكل علمي عشان في عندنا قصص كتير بس لو ده حصل هي عندها فرصة إنها تتنشط تاني وإن هي تطلع أجنة تاني فبالتالي هي عندها فرصة إنها تطلع في مرة أو التانية أو التالتة عندها بيبي ما يكونش عنده المشكلة طيب من الحاجات برضو اللي أنتو بتقولوا أنتو بتساعدوا فيها بقى فيه مشكلة أزالية فكرة نوع الجنين أنتو كمركز إيه اللي أنتو بتقدموه في القصة دي بصي أنا حولك حاجة يا سهيري هو يمكن إحنا عندنا في الشرق الأوسط الميدل إسترن رموماً يعني من أيام من راحل فريد شوقي وفيلم يا رب ولد لو تفتكري إحنا عندنا فكرة إن إحنا دايماً عايزين ولادة هو إفر إن الولد والبنت أم زي سيم ممكن يكون البنت إحنا أيانا كمان على باباها ومامتها أكتر ولكن لسبب أو لآخر هي بيبقى مطلوب الموضوع ده عشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي بقت موجودة العلم ووفارها أنتو تقدار تختاري نوع الجنين دلوقتي ولكن هذا يتم كيف؟ رأيت الطريقة اللي لسه قلت لك عليها حالة إننا ننقل بابا نشوف دي إن إماب بتاعته عاملة إزاي ونشوف هو فيها مشكلة ولا لا هي نفس القصة بالزبط بس بيتم تحليل تاني إن أنا أعرف الجنين اللي أنا بحلله ده ده الخلية دي خلية لزكر أو لأنسك في الحالة دي أنا كمعمل أجنة أنا ما أمتش بتحديد إن أنا قلت هاجب لك ولد لا خالص أنا خدت البوردة والحيوان المنوي ما جوزتهم لبعض وعملت الجنين أنا حتى الآن ما ليش أي تدخل أول ما الجنين بقى موجود أنا كل اللي علي أن أنا أحلله بس وأقول لها على فكرة الجنين واحد واثنين وتلاتة دول أنسة الجنين أربعة وخمسة دول ولاد وهي تختار وهي تختار طب عشان نتأكد لأن الموضوع ده حصل عليه جدل كبير والأظهر أقره إنه هو شرعا حلال ليه لأن أنا مثلا فريدي اللي هو نفس اللي أنت قلتيه نفس المثال بس هنطبقه هنا إن الخمس أجلنا طلعوا بنات طب هلأ أنا في إيدي حاجة عملها أكيد لأ لأن أنا في الآخر اللي بيخلق ربنا أنا عليها الاختيار مش أكتر من كده فهي بتسهل وهما في ناس بيختاروا ولاد عن بنات وفي ناس بتختاروا بنات عن ولاد بنسبت قد إيه الولاد أكتر من طبعا الولاد أكتر بكتير يعني بس التخالف موجود يعني بصي هو يمكن شوية عزي ما أقولتلك الشرق أوسطين أو الشرقين عموما بيشوف إن الولد ممكن يكون امتداد لإسمه ولكن في الآخر هم كلهم نعمة من عند ربنا في ناس نفسها لو عارفها المصرين بيقولوها دوفر طفل يطلع ولد يطلع بنت المهم إن هو يجيب في الآخر طفل أخيرا بما ناخد بقى الجزئية بتاعة لايف كوتش لو قلنا نصايح لأن موضوع التخصيب والبويضة وبره تتخصب وتخش في جسم الستاني ده لود نفسي جدا وعلى قد ما كل أب وأمه وكل زوج وزوجة بيتمنوا إن هما ما يتعرضوش لحاجة زي كده لأن الظروف بتكبرهم لكده تنصحهم بإيه نفسيا يتقبلوها إزاي يتعايشوا مع الموضوع إزاي حسوا إن اللي موجود في بطن الأم ده ابنهم حقيقي يعني اللي جابوه مش حد من بره يمكن من ضمن الحاجات اللي كانت يعني بخلينا عايزين نكون متوردين دائما في برنامج الستات ودي حاجة أنا يعني بعترف بيها وبراجع لصحابه في أول حلقة ما بيننا إن فعلاً اللي بيشيل معاناة الحقن المجهري أكتر من 60-70% من النهر ممكن أكتر كمان السيدة لأن هي اللي بتتحقن وهي اللي بتتعالج وهي لو عندها مشكلة محتاجة تدخل بمنظار جراحي هي اللي بتعملها هي اللي في الآخر بتشيل العناق بتاع الولادة هي اللي شيلة الليلة هي الليلة نفسها بصراحة بصراحة الستات هما اللي شالين الليلة بس صبعاً في الآخر يعني في الآخر هي الزوجين هما المسؤولين عن الموضوع خليني أقول الرسالة الأخيرة دي لو تسمحيني طبعاً بالثلاث شخصيات اللي سهير عرفتني بيهم بمدير قطاعاته جاوي وباللايف كوتش وبالكتب وحقول لك إيه الفرق ما بين التلاتة المدير قطاعاته جاوي بيبقى شغله كله أرقام تحليلات فخليني أقول لك لأي كابل ودي نصيحة أنا منصحها لأي كابل نوين على حقنا مجهري أنت عرفت دايماً أن الصدمة بتبقى بالبلد كده على قد العشم يعني كل ما كوني متعشمة بالزيادة قوي كل ما تبقى الصدمة والبوء اللي هو بيصمها البوست يعني ما نرفعش سقف التوقعات وهم داخلين التجربة دي في 15% من مخلوقات ربنا عندهم تأخذ أخه في الإنجاب يعني كل سبعة فيهم الكابل مش هيحملوا إحنا قررنا أن إحنا نجيب 100 من الكابلس دول اللي هم مش هيحملوا وحطيناهم في مستشفى رورية للخصوكة وكلهم قرروا أن هم عملوا حقنا مجال الورق بيقول إيه الإحصائي رب تقول إيه أن بعد أول محاولة في 60 كابل منهم هتبقى الزوجة حامل وحيطلعوا من المستشفى والزوجة وفيه 40 لأ وفيه 40 مكملين طيب الاربعين دول هيدخلوا من الناس قرر تعمل محاولة تانية لأنها ما بيجيش من أول مرة مش كلها بتيجي من أول مرة فبالتالي حيبقى فيه 60% منهم تاني حيطلعوا حامل فيب 24 واحد كمان فبقنا 84 فضل 16 فيه 60% منهم هيعملوا المحاولة يعني هم يعملوا المحاولة تالتة وفيه 60% منهم هينجحوا هيطلع منهم عشرة كمان بعد تلت محاولات عندنا 94 من المية بقوا حامل وعندنا 6 الستة دول خلاص يا إما ما يعملوش محاولة تانية أو ربنا شاء إنه هم ما يحملوش طب ده الأرقام بتقول كده فلازم ندخل وحنا عارفين الأرقام دي كويس طب اللايف كوتش بيقول إيه بيقول إن أي حد النهاردة لو مسافر بره وبيقدم على بيزة لدولة تانية أو سافر اشتغل بره وبيقدم على رخصة سواءة في دولة عربية أو داخل امتحان في كلية مستر أو دكتوراه فتلاقي بيقوله إيه هي ما يتجيش من أول مرة بس أنا مش مسد ده أنا نجحت من أول مرة فإذا كان إنت في التعامل بتاعك مع المخلوقات البنقادمين اللي زيك عارف أن إنت في بعض الحاجات في حياتك ممكن تحتاج مرة أو اثنين وثلاثة عشان تتحقق فتيجي على الطلب اللي أنت بتقدمه لربنا أنت بيخلين بتقدمي طلب لربنا فتيجي للجزء الثالث من الرسالة الختمية بالنسبادي اللي هو الكاتب نحن بنكلم ربنا وبنبص الأعظم كتاب في الدنيا اللي هو اكتب ربنا ربنا في صورة الشورة الآية 49 آية 50 بيقول إيه ربنا بيقول اللي هو يعني يهبوا لمن يشاءوا إناساً ويهبوا لمن يشاءوا ذكور يعني ربنا إدى لنفسه الحق أنه يعمل كده أو يزوجهم ذكراناً وإناساً ويجعلوا من يشاءوا عقيمة يبقى في الآخر لازم نعرف أن قدرة ربنا في الآخر أقوى من أي شيء نشكر حضرت أنت يا دكتور لا شكر حركة الواد ديري سريعاً لكن إن شاء الله عندنا حاجات كثيرة مزي جد دائماً وننتباها كل الشكر لدينا حلقتنا مكملة نشوفكم بعد الحصوى موسيقى موسيقى يا ألف أهلا باللي عايزنا وسلام لللي فنش اللي عايزنا يا عاشرنا بما يردي الله نعمل له في قلبنا بيد ونشيله في عيونا واللي يفكر يسبنا دوالة يلزمناك ده احنا اللي بنعمل سيت وعمل سيت معوان اللي عايزنا يا عاشرنا بما يردي الله بنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين وأغلبنا عارف جات شويري مطرب ومخرج ومؤلف لبناني معروف ومفيش مرة بيزهر فيها غير لما بيزهر بقلق وجدل وانتقادت هو متعود على ده ويمكن يحب ده وحب يكون مختلف وده جزء يمكن من شهرته وكل مرة بيعمل فيها كلب بيكون عارف ان هو موسير للجدل ولما قرر يطلع معا مطرب تاني بيكون عارف وواسق انهم لازم يطلعوا ترند فيه اغنية بوسي خدلك اجازة من حوالي 8 سنين كانت معا برضو ووقتها الاغنية زي ما بيقولوا تكسرت الدنيا وكانت بتتزاع كتير جدا اشتغل برضو مع جورج واسوف وكارول سماحة ووليد توفيق والجسار وكتير جدا كمخرج ومؤلف لكن لما يظهر ويكون حالة مختلفة لانه اختفى شوية ورجع تاني بيعمل اغنية السيط وبعليها اربعة ايام وقربت من نصف مليون مشاهدة بس رجع وهو عامل جدل تاني لان اللي بتغني معايا في الكليب مطربة محجبة اخترى عن قصد ولا مخترهاش عن قصد ولا ايه هي يمين غوي من اسكندرية سهيلة منورانا ومبروك النجاح شكرا جدا لحضراتك اهلا وسهلا بك سهيلة ابراهيم يعني الصوت الجميل اللي شوفناه في الفيديو كريب شكرا جدا انا يعني عارفة ان جادش ويري كمخرج عنده افكار كبيرة جدا وواعي فهي معايز ايه وكمطرب هو طول الوقت بيحط مراخيره في كل حاجة بتحصل في الاغنية منها اول حاجة اختيار اللي بيغني معاه اختيارك لما سألتيه لما اكلمك في التليفون ايه الحوار للدار؟ اكيد اول حاجة قلتيله ليه انا؟ صح؟ اكيد هو الاغنية كانت بروجيكت مشترك ما بينه ما بين منتج احمد الشال طبعا هم سامعوا الاغنية وسامعوا اللحن وشايفوا الكلمات وكل حاجة وابتدوا ان هم عايزين يكرياته للفكرة يعني فكانت هي الفكرة انه عايز يعمل بقى حاجة مختلفة شوية عن مثلا الفيديوز بتاعته اللي كان بيعملها او كده فجات الفكرة بقى ان ايه رأيكم جيب بنت مش مشهورة مش معروفة وفي نفس الوقت كمان لابسة حجاب يعني المنتج احمد الشالت واصل مع ناس كتير طبعا عشان يبدأوا ان هم يقترحوا له ناس يقترحوا له مين؟ فكان لي زميل اسمه حازم هو اقترح على المنتج اكتر من بنوتة محجبة فهم اختروني انا بعد ما سمعوك اكتر من مرة بتغني في حاجات تربيات اوه يعني هم دخلوا على الاكاونت بتاعي بقى على تيك توك وقعدوا يسمعوا بس هو يعني شايف الفيديو فهو اخترني على طول يعني عرضوا علي طبعا البروجيكت وانا اعجبت بيه بصراحة رد فعل اسرتك؟ صراحة هو انا اهلي بيدعموني جدا من زمان وانا طفلة يعني فكان رد الفعل في دلنا نتناقش شوية طبعا في الموضوع ان يطرق اللي ممكن يحصل بس انا اهلي عارفين ان انا بحب دايما اخوض التجربة يعني في اي حاجة في حياتي عموما انت شفت جاد جالك ولا انت اللي سافرتين؟ لا هو تواجد وقت التسجيل يعني احنا سجلنا الاغنية مع بعض وتعرفنا على بعض وانتو بتحطوا الستوري بورد للقصة هو كان بيشاركك في كل حاجة عشان هو عارف ان معاه مطربة ومحجبة فليكي دخلات وليكي خراجات وليكي اعدات كان ده محطوط في الدماغ؟ ده تم فعلا هو كان يعني هو بيحترم عقلية شخص القدامه اي كان هو عامل ازاي يعني هو بيحترم الناس والبرايفسي وكل الحاجات بتاع الشخص فعليا يعني ده مش بقول ده عشان انا على هوا ولا عشان انا بشتغل معادي بس ما كانش عندك انت تركيز ان انت تنبه ان في حاجات تمفع حاجات ما تمفعش عشان انا لابسة كده ففي حاجات ما تمفعش بالنسبالي كان عندك ده ولا ما كانش عندي؟ ما كانش عندي ده عشان هما كان عندهم اه بزبط ما حتكتيوش بمعنى عشان ما حتكتيش فقري فيه لان هو كان موجود وكان الناس دي مركزة في الحاجات دي بزبط يعني انا محتكتش ان انا اعترض على حاجة لان هما كانوا عاملين يعني كل حاجة ان مش هينفع نعمل كذا مش هينفع نأفور عشان برضو اه هو كده كده هيبقى فيه ردود افعال يعني جباية وصلبية طب اول ما سمعت اسم الاغنية اه فهمت فهمت الفكرة عاملة ازاي يعني فهمت وقتها ان ممكن نعمل اي حاجة بسيطة بشكل كويس وهتعمل سيط طب احنا عندنا مفاجئة ليكي ومعنا على التليفون جاد شويري مساء الخير جاد اسمعنا من التليفون ووافل التليفزيون انا 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 معاك وطهير ومفيدة صباح الخير او مساء الخير مساء الخير سمعيني احسن اه سمعيني ازايك يا جاد وانت وحشتنا انت بقى لك كتير مختفي انا مش مختفي قوي لكن قاعد وراء الكواليس كنت بقى لي فترة يعني حتى لما بعمل اغنية بكون كده مشاركة زي مع الاستاذ وليد توفي او مع حالة تورك من البحرين بس بجد الاغنية دي انا حاسس كنت حاسسها كده وشكلها كده انها يعني غبوع لي خصوصة بمصر ليه تعمت ان المطربة اللي تشكك الاغنية تبقى تظهر الاول مرة بشكل جماهير كبير ثانيا تبقى محجبة ليه كان عندك التصور ده هقولك هي ابتدت من فكهة الاغنية نفسها من كلام الاغنية كلام الاغنية بيقول بص على الابيض من جوه وملناش في المظاهر بقى روح تقايل انا مظهري يمكن شوية عندي تاتوهات بطلع بشكل جديد متمنت متمنت طول الوقت فانت محتاج حد يبقى ابيض لا انا صدقيني انا بحاول اكون ادفع لا لا انت ابيض من جوه انت ابيض من جوه طبعا وانت شخص مسقف انتو المنورين مفيدة وطهير وشكوا كيف تطاقة ايجابية على الشاسة بقى عشان اكملكم الموضوع قلت انا عايز حد بالشكل هو الاكستريم العكس بتاعي 100% عشان يكون فيه مثل غسالة انو احنا حتى لو شكلنا او افكارنا او ديانتنا مختلفة احنا المهم الانسان بجات هو جوه المضمون هو نفسيته ازاي بيلبس ببيلبسش بنته ألعى مش ألعى محجبه ولد عنده تاتوهات ولد حاطة حلق ولد اجنبي عربي المهم هي الانسانية احنا ايه من جوه انا النهاردة شوفت تلاميذ في امريكا بيدافوا عن فلسطين اكتر من الناس لهمين الانسان ولو ملوش عنوان امريكا وهي دي بجد رسالة الاغنية اكيد انا كنت عارف الناس ممكن تنتقد او اي حاجة عشان سهيلة محجبه لكن هو ده الموضوع هو ده اللي انا عاوزه عاوز الناس تفكر وتقول انه لا ايه ايه الجاب اللي عندكم ايه اللي لم الغربة طب قولي جاد انا عارفة ان انت زي ما انت قلت قبل كده في اول ما دخلت معنا على الخط ان انت غنيت مع مطربين كبار واسامي كبيرة ايه اللي لفت نظرك في صوت سهيلة يعني انت مش الشخص اللي بتغني مع اي حد حتى ولو هتغني كو بليه انت مهتم تماما ان انت تبقى مع مين سهيلة ايه اللي لفت نظرك فيها عايز اتسألك انت برأيك ايه هي صوتها حلو انا عارفة بس انا عارفة ان صوتها حلو لكن انت غير صوتها حلو انا قبلتها ولما قبلتها انا شفت انا مش عايز وبرضو لو احنا عايزين نتكلم في كل حاجة برضو ممكن بنت تكون محجبة ووحشة من جوه ده مش مستحيل فانا لقيت بنت محجبة مصقفة طيبة بيضة بجد من جوه متربية فهمة في الفان غير ان صوتها حلو ده احنا يعني انا عمري ما كنت بفكر ان انا كن عندي حاجات مشتركة مع بنت مختلفة عني يعني بجل بس احنا بجد على المواضيع الاساسية هو كمان النجاح سنفونية لما احنا بنبقى مختلفين او بنكمل بعض بتبقى احلى على كل حال احنا محتاجين ان انت تنورنا ونعمل معاك حوار لان احنا محتاجين نكلمك في حاجات كتير ومحتاجين نقرب منك اكتر لكن قبل ما نقولك شكرا سهيلة عندك سؤال عايزة تقولهوله او عايزة تعليق او رسالة عايزة تقوليها لجاد شويري او طبعا انا عايزة اسلم عليه طبعا وعايزة اشكره قوي قوي على الفرصة دي انا يعني ممتنة للوقت وللظروف وكل الحاجات اللي خلتني اعرف جاد شويري بجدك الحاجة كمان الحلوة قوي يا جاد ان انت بتدي فرصة للاخرين يعني سهيلة لسه صوت بادي في بدايته حلو ان انت تبقى موجود وحطتها في دمارك وبتدعمها الدعم ده مش كتير من الفنانين دي اقل حاجة اول 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 حاجة شكرا لسهيلة انا اللي شغفني اطلع معاك وشكرا ليكو اكيد هنوركو محتاجين نعرف رحلتك ونتكلم معاك فوعد ان شاء الله تنورنا في البنيا بس هقولك حاجة انا طول عمري انا لما ابتديت ملقتش حد يقولي تعالى امسك ايدك باول الطريق اكيد انا بتشكر ملودي وقتها شركة انتاجي وكده بس اولها الانتقادات والتعب والناس اللي هي مش بتبص شوية للموقبة حتى فانا قررت ان انا لما اكون قادر انا اي حد انا قادر اتعده انا هعملها بنشكرك جدا وفي انتظار ان شاء الله ان انت تنورنا في السوديو شكرا جات نسمع سهيلة بقى تحب نغني الاغنية دي ولا نغني حمد الاقدار ولا نغني فايزة احمد ولا تحب ايه انا قلت والله قلت لها انا والسودي بنحب فايزة احمد تحب امو كلسوم اللي انت عايزاي انا مش عايزاي يعني شوف ان انت عايزاي يعني ممكن تحب تسمع ايه امو كلسوم اللي انت عايزاي السفاكر قلبي يدي لك أمان ولا فاكر كلمة هتعا هتعا عيد اللي كان لسه فاكر قلبي يدي لك أمان ولا فاكر كلمة هتعا عيد اللي كان ولا نظرة هتعا توسل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان كان زمان خط بطولة بطولة شوية عايزين لسه الصوت الحلوة يا طمرح يا طمرح يا طمرح خلتي بينا وبعيتي عنا يا طمرح يا طمرح يا طمرح خلتي بينا وبعيتي عنا الورد كله كسى الجناين وش معنى انت اللي شردة منها الورد كله كله كسى الجناين وش معنى انت اللي شردة منها يا طمرح يا طمرح يا طمرح باللّبين السال وبالنهار علشان نبلّح شوق الأحبة وطلع لهم لانتظار ومفيش في قلبك رحت المحبة باللبي نسأل وبالنهار علشان نبلغ شوق الأحبة وطلع لهم الانتظار ومفيش في قلبك رحت المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كلها كس الجنايم وش معنى انت اللي شرد منها يطم رحنا يطم رحنا سهيلة انا عارفة انت مدرستيش هنا يعني ما دخلتيش معهد موسيقى بس الموهبة باينة بسم الله ما شاء الله وانت غنيتي في اكتر من فرقك ازاي؟ لما والدتي اكتشفت ان انا بغني ووالدي انت خريجت زراعة انا خريجت كلية زراعة سلو بيشة هم بتدوا انه هم يعني يسيبوا لي الاختيار انه انت حابة الدراسة بس يعني انا كن شطرة جدا في المدرسة يعني جدا جدا فقالوا لي انت حابة تمشي الطريق ده ولا حتنزلي بروفات وتروحي وتنمي الموهبة والكلام ده فأنت تمام يعني الفكرة بس ان انا كنت بروح امعاكن البروفات فيها مش بتعلم قوي المقامات والحاجات دي يعني طب تعلمت ازاي المقامات؟ ما تعلمتش يعني انا حرفيا معرفش اي حاجة يعني يعني انت كل موهبتك ان انت قررت انك تغنيه على التيك توك او وهو بالإحساس يعني احساسك بالمقامات من غير دراسة لا واتخرق وهي وازهرت موهبتك على التيك توك بالضبط انا كان عندي تيك توك من فترة طويلة جدا وما كانش فيه اي حد بيشوف كل الحاجات اللي انا بعملها وفجأة انا نزلت فيديو فجأة لقيت ايه هو الفيديو؟ اه اغنية وتقول انا نسيت حرفيا توطر لا لا ما توطريش انا هنا مكتوب عندي حالة اغنية كل غنوة كل غنوة؟ او ولا حانة الاخدار؟ اه وحانة الاخدار كمان كل غنوة دي المين؟ اه وردة تقريبا اه اللي هي ده ما اسمهاش كل غنوة العيون السود اه تفتكلي الناس عجبت قد ايه؟ اه غالبا عدت النص مليون مشاهدة عادت وكلهم كان ايه كومانت؟ كلها كان بجد كومنتات حلوة جدا يعني كان قليل اوي لما لاقي برضو نفس الكومانت اللي هي التحصل طبعا اتفجئت تلوقتي محجبة وبتغني طيب تسمعنا دلوقتي طريقي ولا العيون السود؟ اعتبارهم انت بتحب شرين؟ وتحب غنية طريقية؟ نعم والعيون السود عملت معاك بداية حلوة تحبت تسمعنا ايه؟ اه يعني ممكن نقول طريقي عشان هي طب يعني هي بتأثر فيك اوي لغنية دي انت كلماتها بتمثلك؟ جدا طب خليني نسمحها ونقارب باللعب طريقي ولازم امشي فيني مفروض علي ومفروض علي لانا ادرى اني منه ارجع ولا عرف حتى انهايته ايه اهزمني هو مره وابكيله واقول له ليه ليه ايه وفست بكاية ابتسم له اببص له واتحك علي ايه اللي عايزه مني ايه وانا عايزة منه ايه في حلقة مفقودة وما بالنصر يا ليه يا امالي طريقي وطريقك كده فعلا؟ يعني ده احساسك؟ ده احساسي او مش عارف حاجة لسه لسه بس عايزة تتعلمي why not؟ بس اعملتي حاجة اللي عجبني ان انتي ممكن لسه تكوني في البدايات بس ربنا اديكي الفرصة واعتقد انك هتمشي عليها اكيد يعني ايه اول حاجة تطلعي من هنا ممكن تبحبينك انا شاف انك انتي ممكن تبقي تبتلت تخشي معهد تتخذي حد يعلمك مقامات اعتقد فيه دروس هو بالفعل احنا لما قعدنا تناقشنا في الموضوع ده انا اتناقشت في الموضوع ده مع جاتشويري لان هو شايف ان انا لو تعلمت آلة كمان وتعلمت المقامات الموضوع يختارك كمان تعلمت تتعلمي ايه من الآلات؟ انا بحب البيانو قوي وبحب القانون بس هي القانون الى وطرية تقيلة قوي على البنات كمان بالاخص انا مش شايفة ان انتي محتاجة تعلمي الدكتورة ميسي عبدالغني استاذة القانون بس انا مش شايفة ان انتي محتاجة تعلمي آلة بقدر ما محتاجة انك تتعلمي وتنمي فكرة المقامات والصوت لان انتي في الاخر خاص مش تتعلمي الآلة هتتتعلمي صوتك اه اكيد اكيد فما تطيعيش الوقت تفهمي الآلات لكن عزيزي صوتك فالموضوع بيختلف بس وقت الحفلات بقى والان انا بيبقى معايا فرقة فنا مين دلوقتي اللي انتي هحبة بتشوفي اغانية وتحبي تسمعيها وتجبيها وتقلديها وتغنيها على تيك تاك مين المطلبين الموجودين لا كل الناس اكيد انا بيحب الناس كتير اوية بحب امال ماهربان بحب انغام بحب شرين لا كتير اوية لكن حتا اقول Y которую هقول الناس كتير اوية ومع م statsك غنيت يولوجider قول اغنية لجي ما كانتش اقول اغنية هو ده كان الفيديو اللي فيرال لكن انا انا بحب ايוגة الشرقية لليل شرقيا قديم جدا انا بحب الغنى التربي اوي 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 خلاص يب احنا كده بنحبك زياده عشان الغنى الترابي ده هو الغنى بقيت الحاجات التانية حالات لطيفة لكن الغنى هو الغنى متفق عليه نتمنى لكل توفيق وأسعدتنا ونورتنا شكرا جدا أنا مبسوطة قوي أن أنا كنت معاكم شكرا بالتوفيق لك حايفتي وتحياتنا لكل مشاهدين ونشوفكم بكرة إن شاء الله إن شاء الله بكرة يوم جديد في الستات دايما تكونوا في خير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة